السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير الاسبوع اللي فاتح احنا اتكلمنا في تقديم حسابي لكم او كشف حسابي عن عام 2018 النهاردة بنتكلم عن موضوع جديد ومش جديد بس انا بركز عليه ليه لان احنا لابد نبدأ 2019 برؤية رؤية تكونك عن كل واحد فينا احنا الواحد فيكو حيقول لي ايه العلاقة ما بين التغيير العالمي المحلي يعني ايه التغيير العالمي المحلي اكيد اللي ارى اللي بتاعدى على الفيسبوك قالك الراجل ده مخه ضرب او مش فاهم هو بيقول ايه او ما عندوش وعي الى اخره لكن انا اقصد العنوان الغريب ده علشان شيء واحد تعرف ان انت كشاب صغير او انت كشاب صغيرة او انت او انت كرجل فقير او امرأة فقيرة او انت او انت حتى لما كنتش متعلمين يكون عندك رؤية تستطيع من خلالها انك تنفذ وتقول انا ساستطيع ان انا غير شيء في مجار الاحداث او مجرى الاحداث في العالم كله وده اللي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ده اللي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم لكان متخرج من جمعة ولا كان عنده شهادة زي اللي عندكو ولا كان بيتكلم لغات مختلفة لكن استطاع ان يغير العالم كله حول الفكرة التي اقمها في بناء العدل والاخاء والحرية والمساواة الى اخر دي الفكرة الاسية طبعا انا بشكر اخونا عبد الرحمن النحاس واحمد الشيخ من ادلب عبد الرحمن من جهام هنا بريطانيا واحمد الشيخ من ادلب يعني ايه التغيير العالم المحلي حاجات بسيطة وانتو عارفينها بس انا باعد اكرر وكرر وكرر فيها علشان ذكر فان الذكر تنفع المؤمنين امثلكم دي الخمس الشرائحة اللي هنتكلم عنها ايه هو الاساس العمل بتاعنا ايه هي مسارات التمكين المجتمعي وبعدين التدرج في بناء الصناعات الحرفية الوطنية وبعدين تدرج في بناء القاعدة الزراعية او الصناعة الوطنية وبعدين في الاخر هنشوف النتيجة الحتمية اللي هنوصل لها يبقى في الاول لابد نعمل اساس تكمكين مجتمعي وبعدين تدرج في بناء صناعيتين حرفيتين واحدة على المسار الزراعي واحدة على المسار الصناعي الحرفي والاخرى اللي هي النتيجة الحتمية ايه هو الاساس بتاع الفكرة بتاعتنا اللي انتو كلكم كلكم كنتم اتناقش انا مع شاب ان الشباب من يومين كنتم نتكلم عن روح العمل اللي هي مفقودة تعرفوا مفقودة ليه لان احنا زمان كنا بنشتغل بادينا ورجلينا وبنمشي وبنطبع بادينا ونلزق الحروف بادينا ونرسم رسومات بادينا انتو دلوقتي كل حاجة موجودة على ايه على السوشال ميديا فانتم افقدتوا انفسكم بناء الروح اللي تستطيع ان تفعل اي مجتمع ازاي ما بننزلش للشارع عشان نتعلم مع الناس ما بنشوفش معاناة الناس ما بتاعش مع الناس وكل اللي احنا عادين قدامه هو الحكاية الفيسبوك اللي عندنا او حكاية السوشال ميديا اللي احنا بنستطيع ان نقرأ منها بعض الصور واعتقد ان الصور دي هي الناس يبقى اساس عملنا دلوقتي ايه عشان كل واحد فيكم اللي بيتفرج عليها سواء كان رجل كبير يستيع ان يعمل ويبدأ ان بدرة او امرأة كبيرة او رجل متعلم او امرأة متعلمة او شاب صغير او حتى مراهق او شابة صغيرة او مراهق تستطيع ان تعمل هذا واكتر علشان تستطيع هي وانت انك تعملوا تغيير في العالم ايه وانا الان الكلفة لابد يكون عندك حلم الحلم ده بيتحول الى فكرة فكرة تستطيع ان انت تحققها فكرة تستطيع ان انت تحققيها ويكون عندك ايمان بالحلم بتاعك وامام بالفكرة بتاعتك ايمان بالحلم بتاعك وامام بالفكرة بتاعتك وتبتد تتعلم كيف تحقق مثل هذه الفكرة وتجعل هذا الحلم حقيقة كلام ده كلام مش غريب كلام سهل جدا كلام مش عايز محاضرات كلام مش عايز اسدف الجامعة يمخمخلنا ويطلعونا في الهواء لا حاجة بسيطة جدا انت في كل حارة وفي كل زنجة وفي كل ضيعة تستطيع ان انت تعملها وتستطيع انك تعمليها عندك حلم فكرة ايمان بالفكرة بتاعتك تتعلم واهم شي بقى في الخمس نقاط دي كلها يكون عندك اسرار على ان انت هتنجح اسرار على ان انت حتنجحي يبقى حلم فكرة ايمان تعلم اسرار دي الوقاعة اللي انت هتوقف عليها يا بنتي وده القاعدة اللي انت هتوقف عليها يا ابني وده القاعدة اللي اي حد اللي يبدو يقف عليها قبل ان ينطلق انا مؤمن بالله انا بقوله انا انا عندي قدرة ان انا استمر حتى ولوم يقع عندي مئنكانيات اللي هو الاسرار واتعلم خطوة بخطوة ودقيقة بدقيقة وثانية بثامية وكل يوم اتعلم فيه دي اول حاجة اللي هي الاساس التغيير اللي انت هتعمله من خلال الحارة اللي انت عايش فيها من خلال الزنجة اللي انت عايش فيها من خلال اي مكان سواء على جبل او في وادي او في الصحراء او في اي حتة عشان تغير به ايه ايه تأثر فيه على التغيير العالمي ايه مسارات التمكين المجتمعي انا لازم ارجع لكل شيء كان بسيط في الاخر كلمني احنا ممكنت في العلاق على ازاي الحضارة الرفديني بدأت على دفاف الانهار اما بالصناعات اليدوية او بالصناعات القائمة على الزراعة والالبان واللحوم واصبحوا يعملوا حضارات غير عادية لم نستطيع ان نكررها الى الان مع كل ما لدينا من امكانيات مسارات التمكين المجتمعي لو كنا عايزين نبني اقتصاد مجتمعي قوي او بناء اقتصاد مجتمعي قوي بيساوي بناء مجتمع قوي وقادر على اتخاذ قراراته باستقلالية او العكس صحيح اذا كان عندنا مجتمع قوي وقادر على اتخاذ قراراته باستقلالية يستطيع ان يبني بناء اقتصاد مجتمعي قوي الاثنين ماشيين رايح جاي واضح يا شباب انا بتكلم من متعلم ونغير متعلم اللي بيعرف فيه قرأ ويكتب اللي ما عرفش اقرأ ويكتب اللي خارج من الجامعة مش خارج من الجامعة كلكم عليكم دور وكلنا علينا دور دي القاعدة الفلسفية فنبني الاقتصاد الوطني بتاعنا على اساس قاعدتين اساسيتين محليتين محليتين يعني من داخل الوطن ومن داخل القرية ومن داخل الشارع ومن داخل الحارة ومن داخل الضيعة ومن داخل الزنجة اللي هما الاثنين ايه قاعدتهم التدرج التدرج في بناء القاعدة الصناعية الحرفية الوطنية المهنية والتانية التدرج في بناء القعدة الزراعية الاستصناعية الوطنية يعني انا حبني الاقتصاب بتاعي على قعدتين قعدة الحرفيين وقعدة الزراعيين محدش يزايد علي ده فكري انا اللي عايز يسمعوا يسمعوا اللي مش عايز يسمعوا ما يسمعوش هو حر اللي عايز يقوم بي يقوم بي مش عايز يقوم بي هو حر يعني هذا ليس قرآن لكن هذا فكر عشان مش عايزة عقد الامور وكل مني يقول لنا عايزة جيب من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا لا الثروات اللي عندنا تحت اراضيين تحت ايه تحت رجلينا يبقى القادتين الاسستين في منطقة الاقتصاد عندنا للقادة الصناعية الحرفية الوطنية والقادة الزراعية الاستصناعية الوطنية ايضا التدرك في بناء الصناعات الحرفية الوطنية يعني ايه ابني صناعة يعني انا كشاب صغير عادي اتعلم زي ما احنا خطين كده في الاول عادي اتعلم فعشان اتعلم صنعة بروح ورشة اتعلم فيها الصنعة وفي الصنعة اتعلم فيها المهنة واصبح بعد كده حرفي عندي حرفة نجار حداد كل حاجات دي كلها نقاش سامكري سباك كهربائي الى اخرة يبقى انا بامشي عندي قدرة على التعلم بروح الورشة اتعلم الصنعة والمهنة والحرفة وفي الاخر بعد ما اتعلم وعني بكون عندي حرفة بعمل ايه اول خطوة في بناء الاقتصاد هي التعلم ده تاني خطوة بيكون عندي علبة فيها ايه فيها العدة بتاعتي اللي هي التولز بنسميها بس بامشي كده في الشوارع بامشي في الشوارع علشان اصلح صلح كهرباء صلح كراسي صلح مواتير صلح مواصير الى اخرة وبعدين بعد كده بتحرك وبعدين بكي بقدر خبنة المجتمع يعني بعد ما اتعلم في الورشة الصنعة والحرفة بتاعتكم لها امشي في الشارع اعدي الخدمة عشان الناس تعرفني اصلح زي ما انا كاتب بينه هو وبعدين انا اروح السوق اعمل لي فرشة على الارض الامر مش الامر مش عن تري سماوي ان انا عايز ملايين الجناهات عشان اعمل مشوء لا انا مر الاسبوع اللي فات دربتلكم مثل اه بنك الطعام بدأوا تحت السلم واصبحت دلوقتي بسم الله ما شاء الله موسوعة او صناعة كبيرة غذائية كبيرة جدا اعمل فرشة داخل ايه اعمل فرشة داخل السوق عشان الناس تيجي تشوفني واغرلي طاولة عشان احط عليها العدد بتاعتي والناس تيجي تطلبني وبعدين اعمل لي كوشك بعد كده وبعدين او ما انا عاملش ورشة الموضوع ده بياخد كام سنة اللفة دي كلها قد تاخد لها عشر سنين او خماش سنة عشان في الاخر يكون عندي كوشك او يكون عندي ورشة ما فيش حاجة بتيجي ببلاش ما فيش حاجة بتيجي بضربة حظ على السوشيال ميديا ابدا يعني شوف التدرج فيه كم خطوة اتنين اربعة ستة تمانية عشرة حداشر خطوة اما يكون عايز اتعلم شيء لابد اعمله خريطة طريق خل عشرة سنين خماش سنة لغاية ما يكون عندي ايه الورشة الورشة دي هكون فيها ايه فيها انا فيها صناعية فيها عمال وفيها انتاج فيها تصنيع هتصنع حاجات هتصنع حاجات هتصنع عندك حاجات وبين بحول الورشة لمحل تجارية وبين بحول ترحمل تجارية لمصنع وبين المصنع بتحول لأسواق عشان تسوق منتجات المصنع الأسواق دي عشان الأسواق تسوق منتجات المصنع وبين بقى سوق استهلاك كبير داخل بلد وانا حسن الانتاج في يصبح تصدير احنا خدنا كده 25-30 سنة على الاقل كل واحد فيكو لو كان ابوه بدأ انه عامل سباك وانا نجار واثر انه يبني مصنع قولوا لابوكم وقول عموكم وقول خالكم وقول جاركم اللي عمل المصنع ده خد منه كم سنة عشان يعمل المصنع مش اقل من 25-30 سنة مفيش حاجة بتيجي بين عشيات ومضحها ابدا الاقتصاد مش حابني بين عشيات ومضحها ارجع اقول اللي انا هكرره مرة تانية ان احنا بنبنى ان يكون عندنا اصرار على التعلم روح ورشا عشان اتعلم فيها تعلم الصنعة المهنية الحرافية اتحرك في الحواري في الشوارع في كل مكان علشان ايه اخدم الناس من خلال صنعاتي اصلح اخش السوق اعمل لي فرشا متكلبنيش حاجة احط عليها طاولة عشان ناشتعرفني وبعدين ابتدي بقى استقل بنفسي بالاقتصاد بتاعنا واعمل لي كشك برا والكشك ده بحول الورشة بعد كده هو الورشة بتصنع لي بعض الاشياء وبعدين بقى المنتجات والمنتجات بقارضها في المحلات التجارية اللي انا ممكن نعملها وممكن نشارك فيها وبعدين بحول كل المسيحة دي كلها الى مصنع والمصنع بيحتاج لأسواق كبيرة نبنيها علشان نسوق فيها منتجاتنا وبعدين اللي هي بتحول الى استهلاك ولما نحسن الاستهلاك ونحسن الانتاج يبقى عندنا قدرة على التصدير عندنا كم خطوة احنا خدناها هنا اتنين اربعة ستة اتنين اربعة ستة اتنين اربعة ستة 18 خطوة 18 خطوة انا هعيدكم في الاخر في 18 خطوة دول تستطيعوا انك تعملوا شيء من الانتاج بتاعكم الذي يستطيع انه يصدر للخارج وينافس الاسواق العالمية والمنتجات العالمية ده من نسبة العمل الصناعي البني على الحرفة العمل التالي قاعدة زراعية اولا تفتكروا كان فيه عندنا مرة احد زعماء بيقولك احنا بقى ننسى الزراعة وبتاع ده وحنبقى دولة صناعية ودمر الزراعة كلها في البلد اللي هو كان فيها وقال لي احنا نتلع من ايه من الابرة للساروخ ولا عملنا ابرة ولا عملنا ساروخ وراحت البلد دي راح فيها الرقعة الزراعية كلها ولا اصبحت دولة صناعية الى اخر لكن دمروا الزراعة فيها ان لم يكن يعرف ماذا يتحدث عنه القاعدة التانية ليه القاعدة الازراعية وانا قلت قبل كده ان اغلب كل الحضارات اقيمت على دفاف الانهار الكبيرة نهر النيل نهر دجلة نهر الفرات وغيرهم وانشأت حضارات عظيمة جدا في العراق وفي سوريا وفي مصر الى اخر الزراعة نبدأ نفس الشخص اللي عايز يطلع يتعلم الزراعة يتعلم الزراعة يكون عنده اسرار على التعلم وانشوف مكونات الزراعة اللي هي بذرة والتربة والمية والمناخ وانا عايز اتعلم بذرة والتربة شوف الامر بسيط 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 لا تتخيلوا وبعدني اصبح فلاح الفلاح هو الذي يستطيع ان يغير المجتمعات من الغلال الفلاحة والفلاحة من الفلاح والفلاح هو الجزء الانتاج اللي بتقدم بالمجتمع ويصبح مجتمع دا متقدم مش مجرد فاس او مجرد سكينة في ايده او مجرد لا الفلاحة هي مهنة عظيمة راقية نستطيع بها ان نفلح ونفلح المجتمعات اللي احنا فيها يبقى امشي بقى متعلم ان انا اصبح فلاح واعظم الحضارات قامت على دفاف او على اكتاف او على كواهل او على عواتق الفلاحين الفلاحين اللي كانوا يأكلونا ويشربونا ويلبسونا ويطببونا من المزروعات او المنتجات اللي هي فيها تطبيب ومن الحيوانات اللي عندهم من الطيور الى اخر كل شيء موجود عندهم وبيبنونا بيوتنا من الاشجار والاخشاب وبيبنونا الحمير والبغال والحسنة علشان نمشي بيها تبقى مواصلات فشو المجتمع كم ماشي ازاي كم ماشي على فلاحة الفلاح والفلاحة هو النجاح انت فالح يعني انت انسان كويس هتنجح فالفلاحة هي النجاح او حد فينا يتريع على فلاح بالعكس فضل الفلاح علينا قد يكون قبل فضل المدرس علينا قبل المعلم وفيه التبجيلة كده المعلم ان يكون رسوله وقبل المعلم ما نقوم له الفلاحة اللي بيأكلني واللي بيشربني واللي بيكسيني واللي بنقلني بالحمار بتاعه او بالحصان بتاعه او بالجمل بتاعه من اما كان الى اما كان فدي الموضوع ما تعقدوش الدنيا وتقول احنا عادينا نجيب حالات من برة نبقى زي كذا وزي كذا غلط كل الدول العظمة لها تستغنى على الزراع فيه اراضيها ولها محاصيل زراعية استراتيجية لها تستوردها من الخارج خاصة الدقيق والامح والالبان واللحوم والزيوت لا يمكن الا انهم يعتمدوا عن نفسهم بل بالعكس هذه الدول العظمة لها شركات تتحكم في مصادر وثروات الدول الضعيفة الفقيرة في افريقيا في الاراضي في المواشي في الانهار في المياه اللي كانت تتحكم في اسواقها عشان اسواق المحلية في افريقيا وفي اسواق تستطيع انها تتنافس مع الاسواق المحلية في الغرب في اوروبا او في امريكا في نفهم يا ناس ان الفلاح وزراعته هم اساس بناء الاقتصاد القوي للدولة اللي يبيبني عليه الصناعات الحرفية انا هتطلع عامل يعمللي سجادة ازاي اللي يكون عندي الصوف او يكون عندي القطن الهدوم هعملها ازاي اللي يمكن عندي القطن المشروبات هعملها ازاي لو كنا عندي العصائر اللي يراندي السمار الى اخره الى اخره الى اخره يبقى الفلاح ده بيحول البذرة دي لشجرة والشجرة بتنتج ثمرة وبقيم بحول الموضوع كله من انه انا شخص كشخص فرد واحد الى يكون مجموعة من الناس عمالة بابني اقتصاد بناء على المحصول ان انا بزرعه بابني في اقتصاد بوظف الناس معي سواء اطفال او نساء او رجال بابني مزارع وكل مزرعة منهم هي مشروع اقتصادي او حذاري ان انتم تستغنوا عن الاراضي الزراعية ويضحكوا عليكم ويقولوا لكم لا اما تبيع الارض كان فيه قون ايه عندنا زمان بسجاج عوض باع ارضه ياولاد شوفوا طوله وعرضه ياولاد ياولاد غنوله ياولاد عن عرضه طوله كانوا بيتدربوا على افاة ليه لانه بقى ارضه يعني بقى شرفه بقى ارضه يعني ايه يعني بقى شرفه يعني بقى عزه يعني بقى كرمته تتحول للمزارع وكل مزرعة فيهم تعتبر اقتصاد محلي اقتصاد محلي اقتصاد محلي بقى انت تتحول هذين مزارع الى اتجار بقى اتجار ومحل تجارية ومصانع للزيوت ومصانع للعصائر ومصانع لكل حاجة يخرج منها بقى مصانع للغزل والنزج ونحن نترحم على واحد اسمه طلعت حرب باشا اللي بدأ اصطناعات الغزل والنزج في مص من حوالي تاعة تمانين تسعين سنة تقريبا والى اخير الى اخير وامثاله في كل دولة من الدولة اللي احنا نتكلم عنها تحول مصانع وتصنيع واسواق واستهلاك وتصدير هنا التحدي مع سياسة السوق المفتوح بيدمر الاقتصاد الوطني وبيدمر الحرفيات تنقرد وبتدمر الزراعة ليه بيخليك تنكفئ وتنهزم شخصيا امام المنتج اللي جاي انا لابد احافظ على المنتج بتاعي لابد احافظ على المهن سواء كمهن حرفية او مهن زراعية الى اخره لكي استطيع بعد بضع سنوات او اكتر ان انافس في السوق الدولي الانافس في السوق العالمي السياسة السوق العالمي هي سياسة تدميرية لكل اقتصاد محلي قائم على الحرفيات وانظروا في مجتمعاتكم انواع الحرف والحرفيين اللي انقردوا حتى ما فيش حد بلوقتي ايه بيسمع عنهم الى الان لكن تأتوا هنا في الغرب عندنا او في اماكن اخرى تجد الحرفيات دي مبوبة ومفهرسة ولها مرجعيات ولها كليات واصول وجامعات تعلم الاطفال وتعلم المجتمع كله كيف نصنع كذا وكذا وكذا حتى ربة البيت فمن يحارب الزراعة ومن يحارب الحرفيات هو يحارب بناء اقتصاد الوطني لدولته دول كم نقطة ستة دول تمنتاشر نقطة ايضا كذلك ايه نتيجة الحتمية بقى؟ احنا قلنا حننش الدورة دي عندنا بتاعتين سنة يعني انت يا ابو الشباب دلوقتي عندك خمستاشر عشرين سنة خلاص؟ مش هتدرب الارض تطلع لك دهب دلوقتي قابلك وانت عندك اربعين لخمسة واربعين سنة عشان نتكلم انت عملت ايه في المسيرة دي كلها نتيجة الحتمية لو انت ماشي بالطريقة دي انك هتنتج تصنيع وصناعة واصطناعيات كثيرة جدا داخل المجتمع اللي هتنتج لك الاسواق وحتحسن المنتج الوطني وحتتستطيع ان انت تحمل اقتصاد الوطني وحتستطيع ان انت من خلال هذا انك تصدره وتنافس في السوق العالمي تنافس مع الدول العظمى في اسواقها العالمية من خلال من خلال نقول من خلال ايه؟ من خلال الفلاح والصناعي شفت دي الفلاح والصناعي بيوصلونا الفين للنتجة الحتمية دي النتيجة الحتمية ايه؟ ان احنا هنبني بناءات مجتمعية قوية جدا هنعمل صناعات وطنية هنعمل استقرار في الاقتصاد هنعمل مناخ داخل البلد نفسه مبني على كل الثقافات المهنية والحرفية اللي بتخلينا ننمي مجالات التعليم والابحاث الى اخري الى اخري هنبني نهضة داخل بلدنا وداخل اوطننا قيمة على حضارة فكرنا او قيمة على فكر حضارتنا وكلنا متحضرين وكلنا اصحاب نهضة وفي الاخر هنستطيع ان نؤثر في المناخ الاقتصادي العالمي اللي احنا ممكن مش فقط نكون في شركاء فيه بل بالعكس نكون متقدمين عن الاخرين فيه لان صاحب القرار السياسي هو صاحب القرار الاقتصادي ان استطعنا ان نبني قرار الاقتصادي مستقل هنستطيع ان نبني قرار سياسي مستقل يبقى الموضوع بتاعنا اللي هو التغييد العالمي المحلي سنحنا قلنا فيه خمس خطوات فيه الاساس والمصالات التمكين المجتمعي والتدرج في بناء الصناعات الحرفية الوطنية او الصناعات الزراعية وفي الاخر النتيجة الحتمية مسارات التمكين اللي بنتكلم عليها اللي هو اقتصاد مجتمعي قوي بيساوي مجتمعي قوي بقدر اتخاذ قراراته الاستقلالية وبيمشي على قاعدة الصناعة الحرفية وقاعدة الزراعة الاستصناعية والمصالات الموجودين قدامنا هنا الاتنين سواء كان في الزراعة او في الحرفيات وفي الاخر بعد المسيرة دي كلها لحنا كلنا حنشارك فيها سواء كنا متعلمين او غير متعلمين بالعكس انا بقول للناس اللي ما حصلش ما اخذوش نصيب من العلم الجامعي او العلم التقني في الجامعات من حقكم ان انتم تشاركوا في هذه المسيرة وانتم قد تكونوا اقدر من المتعلمين في الجامعات على النجاح في المسيرتين مسيرة الزراعية الاستصناعية والمسيرة الحرفية الصناعية لكي تستطيع ان تغير مناخ دولي الاقتصادي من خلال منتجاتكم المحلية اردتم ان تشوفوا هذه الاشاتف إذا أردت لقد ارى ما قلت على اليوتيوب عن هناك البنّة أو على الفيس بوك إننا إنساعدون الآن و بعد حوالي عشر دقائق سنقولهاً الإنجليزة وإذا تريد أن ترى ما أحد في هذا اليوم تريد أن ترى المنزل في اليوتيوب ايضاً العديد مني سنقاتلها إذا أردت لذهب هذا هو فييس بوك هذا هو فييس بوك هذا هو فييس بوك هذا هو فييس بوك وفي عربية وإنجليزية وفي الإنستغرام إذا كنت تريد أن ترى أي شيء يمكنك ترى هنا هذه الصفحات في حوالي 800 أو 770 أو 780 فيديو موجود عليها فبالعربي وبالإنجليزي وإن شاء الله سأتحدثكم بعد 10 منطقات في الإنجليزة إن شاء الله لكي أقوله المشاهدة